الغارات كانت عنيفة واحدة من هذه الاستهدفات تمت بغارتين متتاليتين على الموقع الذي لا تزال تشتعل فيه النيران ويظهر في الصورة الآن وضع متوتر جدا وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على ضحية بيروت الجنوبية نحن شهدنا قبل دقائق الغارة السادسة على هذه المنطقة بعد أقل من ساعة ونصف من بدء الاستهدفات الإسرائيلية والنيران لا تزال تشتعل بواحدة من هذه الاستهدفات على الأقل الجغرافية المستهدفة اليوم امتدت من منطقة العم روسية الشويفات إلى المنطقة الجنوبية من الضاحية وامتدت هذه الغارات إلى منطقة برج البراجينة وحارة حريك الكلام الذي سمعه العالم من مؤتمر باريس تركز حول دعم الجيش اللبناني ضرورة تطبيق القرار 1701 وأيضا ضرورة دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ الجانب اللبناني ممثلا برئيس حكومة تصريف الأعمال شدد على أنه الأهمية القصوى والأولوية بالنسبة للبنان هو دخول أو هو الاتفاق على وقف إطلاق النار قبل الحديث عن أي شيء آخر هذه الغارات بطبيعة الحال أتت بعد تهديدات من الجيش الإسرائيلي بالاستهدفات التي ستبدأ المقاتلات الإسرائيلية بتنفيذها وترافقت وأيضا تلاها وسبقها ومستمر في هذه اللحظات أيضا تحليق مستمر للطائرات الاستطلاع في أجواء ضحية الجنوبية وأجواء أيضا مناطق أخرى لبنانية عبد القادر هذه الاستهدفات تأتي رغم أن اليوم شهد واحدة من أهم الحراكات إن إنجازت تسميتها كذلك على المستوى الدولي وتمثل بعقد مؤتمر لمساعدة لبنان في العاصمة الفرنسية باريس وبمشاركة رفيعة المستوى